ثاني يعني سيخرج بنا الحوار من حول النفس إلى حول تفهمون هذا؟ فالورقة الثالثة ما عنوانه؟ أنا سأمني عليكم الوراق الأربعة ثم نظل نفسر ما أجملناه في هذه العنوين الأربعة يعني نأخذ فيها وقتنا بعد ذلك تفهمون؟ الورقة الثالثة أو العنوان الرابع نتائج حتمية نتائج حتمية لهذا الحوار العميق كل حوار في الدنيا يجب أن ينبئ عن ماذا يا شباب؟ نتائج النتائج الحتمية عن هذا الحوار العميق الذي كان حول ماذا وماذا؟ عن النفس أولا ثم انتقل من النفس إلى؟ فما النتيجة؟ ما الشيء الذي ألمسه بيدي بعد هذا الحوار والنقاش المعمق جدا حول النفس؟ والأفاق هذا عنوان رقم كم؟ ثلاثة هذا يا شباب نفرع منه سبع أفرع كم؟ كأنها سبع ثمرات لهذا الحوار المعمق كم ثمرة؟ سبعة فرع من هذا العنوان سبعة أفرع الفرع الأول أسمه قديما فقط كلمة واحدة ماذا؟ قديما الفرع الثاني باقيا الفرع الثالث قادرا الله 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 الثالث ماذا؟ قادرا قادرا الرابع مريدا الخامس عليما السادس حيا كم فرعا كتبتم؟ هل كتبتم بالفعل؟ حتى كتابتكم أصبحت سريعة ما شاء الله تتضربون بالفعل هذا العنوان بماذا أسميناه؟ ففرعنا منه كم فرعا؟ سبعة كم يا شنوان؟ سبعة الفرع الأول؟ قديما الثاني أحسنت الذي لم يكتب يكتب الثاني ماذا يا شباب؟ باقيا الثالث قادرا كتبت شخصين؟ قادرا الرابع مريدا كتبت لا تفوت كلمة الرابع ماذا؟ مريدا الخامس عليما وصلت؟ عليما السادس حيا بقي لي كم فرع في هذه الورقة؟ طيب أكتب اسم الفرع السابع مسألة دقيقة حول السمع والبصر والكلام مسألة دقيقة دقيقة يعني عميقة يعني تحتاج إلى فهم مسألة دقيقة حول السمع والبصر والكلام مسألة دقيقة حول السمع والبصر والكلام يا شباب راجعوا معي هذه الورقة الثالثة ما عنوانها؟ وأريد أن أقول لكم وسأكرر وسأتكلم عن هذا بشيء من العمق كل عمل تقوم به في حياتك يجب أن تكون له ثمرة يجب أن تكون له ثمرة فإن عملت عملاً ثم لم تجد له ثمرة تعاود فعل هذا العمل مرضاً أخرى بل تركه فأنت جئت إلى الدرس وجلست لتكتب واستمعت بالساعات الطوال فما هي الثمرات فإن لم تجد ثمرات ففعلك عبث ففعلك ماذا؟ فإياك أن ترضى لنفسك أن تفعل فعلاً عبثياً لا نتيجة له إذن لابد أن تبحث في كل درس وفي كل محاضرة وفي كل دورة عن ماذا؟ عن الثمرات والنتائج التي خرجت بها فإن لم تخرج بثمرات فاحبس نفسك في دارك ولا تخرج منه لابد أن تخرج بماذا؟ بثمرات فهذه الورقة فرعنا منها كم فرعاً؟ لأنها فمرات ناتجة حول الحوار المعمق عن ماذا وماذا؟ الله عليكم فهمتم يا شباب؟ هذا الذي نفعله الآن تجهيز الأدمغة لما كتبه الإمام السمس هذا في غاية الدكتة ربما يكون أهم من القراءة نفسها صحيح؟ صحيح تمهيد للدماغ لتفهم طيب فرعنا منها كم فرعا؟ الأول الرابع الخامس السادس مسألة دقيقة حول السمع والبصر وال أحسنت الجزاكم الله وخيراً بقي لنا كم عنواناً لنبدأ في التفصيل؟ عنوان واحد أسميته وأنا الورقة الرابعة هذه حوار اكتب حوار ها ووا وألف ورا تفهم؟ حوار أكثر عمقاً يمهر بيض ده شيء عجيب جداً حوار ماذا يا شيخ؟ أكثر عمقاً من الحوار الذي كان حول ماذا؟ حول النفس والأفاق تفهم شيخ حسين؟ هكذا الدروس حوار أكثر عمقاً حول الصفات حوار أكثر عمقاً حول ماذا؟ الصفات خذ يسيني وفرعنا منه ثلاثة أفرع فقط كم فرع؟ ثلاثة وهذا الكلام يا شباب يعني لا بد بإذن الله أن نستوعب اكتب الفرع الأول الصفات ها؟ ها؟ الصفات تلازمها الصفات ها؟ تلازمها معاني تقوم بالذات هذا عمق أعمق علم الكلام علم العقيدة الآن نحن في لجته في لجته في عمقه أقول العنوان مرة أخرى أنا أردده أكثر من مرة فلا تسأل من بجوارك انتظر وما فتك ستكتبه ها؟ يا سيد الكريم أقول الفرع الأول الصفات تلازمها معاني تقوم بالذات الصفات تلازمها معاني تقوم بالذات ما معنى هذا الكلام؟ آه سنعرفه عندما نقرأ عندما نفصل الصفات ماذا؟ تلازمها معاني ماذا؟ تقوم بالذات الفرع الثاني كلها قديمة هذا العنوان كلها قديمة الفرع الثالث يجب لهذه الصفات الوحدة يجب لهذه الصفات الوحدة ونقف عند هذا الشطر الأول من العقيدة السنوسية بهذا نكون قد قرأنا لكم ثلثها وانتهى الدرس خلاص تريدون شيئا جديدا؟ تفصيل تفصيل ماذا؟ أنا أعطيتك كل ما فيها خلاص لا يوجد فيها هل تريدون شيئا؟ تفصيل هيا إذن إلى التفصيل بعد أن أتتكم الأخبار مجملة فهيا إلى الأخبار بالإيه؟ اتفضل ها؟ الفرع الثالث يجب لهذه الصفات الوحدة ليس الواحدة الوحدة الوحدة يعني يا شيخ حسين ستعرف فقط إيش؟ اهدأ واحتاج إلى صبر أيوب الآن أنا أمليت عليكم كم ورقة كم عنوانا يا شباب؟ هذه العناوين الأربعة عبارة عن ثلث العقيدة الكبرى وأنا لست مستعجلا هذه المرة ويختلف هذا الدرس وهذه الدورة عن الدورات السابقة فإني قارئ لكم كلمة كلمة فما استمتعت بكتاب في العقيدة عندما قرأته كما استمتعت بالعقيدة الكبرى للسنوسين صحيح والله وهذا ستدركونه إن صبرتم معي ولازمتم الدرس تسمعوني الصلاة على الحبيب كم العنوان الأول ما عنوانه؟ ما اسمه؟ وفرعنا منه كم فرعا؟ استهلال والفرع الثاني والفرع الثالث هذه الورقة في العقيدة السنوسية الكبرى وجه واحد يعني صفحة واحد ثلاث أفرع في ورقة في صفحة واحدة من العقيد ثم نأتي إلى العنوان الثاني وماذا اسميناهم؟ أقرب شيء يخرجك عن الإيه؟ لماذا؟ لأن الهدف والغاية أن يخرج الإنسان المسلم من التقليد المشكوك في صحة إيمان صاحبه إلى النظر الصحيح المجمع على صحة إيمان صاحبه أكتب هذه يا متقين هذه الجملة هذه هي الغاية هذه ماذا؟ من قراءة الوسطى ومن قراءة الكبرى للإمام السنوسي رضي الله عنه أقول مرة أخرى كم تدفع؟ وانده لا تدفع شيء صلي على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم الغاية والهدف أن تخرج من التقليد المشكوك في صحة إيمان صاحبه مختلف والشك ما معناه؟ الاختلال وفي الهند يعبدون البقر أكتب المختلف أنا أرجو عن رأيي ما في مشكلة ولكن الاختلاف المختلف في صحة إيمان أحسن المختلف يا شيخ في صحة إيمان صاحبه إلى النظر الصحيح المجمع على صحة إيمان صاحبه هذه الغاية مرة أخرى الغاية والهدف أن تخرج من التقليد المختلف في صحة إيمان صاحبه من التقليد المختلف في صحة إيمان صاحبه إلى النظر الصحيح المجمع على صحة إيمان صاحبه هذه الجملة وصلت أيها الأحباب ما هو أقرب شيء يخرجك من التقليد إلى النظر هذا الذي سنعرفه في العقيدة الكبرى ولم يذكره في الوسطى وإنما ذكر المدخل تذكرون ما هو المدخل الوحيد والصحيح إثبات حدوث العالم إثبات حدوث العالم هذا هو المدخل الأوحد للخروج من التقليد إلى ماذا إلى النظر تفهمون الآن يا مشيخ الورقة الثانية هذه كم فرعا فرعنا منها فالأول وترقونا نضع أيدينا على هذا الحوار وعلى تفاصيله لست مستعجلا ولست مستعجلين إن شاء الله صحيح والفرع الثاني نفسها الأفاق والورقة الثالثة وفرعنا منها كم فرعا الأول ثاني ثالث رابعا خامسا سادسا سابعا سألة دقيقة حول السمع والبصر والكلام والورقة الرابعة أكثر أمقا حوله وهذا فرعنا منه كم فرعا ثلاثة الأول الشفات الثماء وعلى نعم والثاني وعلى وعلى وقديم والفرع الثالث يجب لهذه الصفات الوحدة تجب لهذه الصفات الوحدة هذا ثلث السنوسية الكبرى الآن هيا بنا إلى التفاصيل يا سادس من منكم معه العقيدة السنوسية الكبرى في يده المسمى بعقيدة أهل التوحيد ينظر معي في أول نقطة في المقدمة وهي الاستهلال يا جماعة الخير نحن في مجالسنا هذه وفي تأليف المؤلفين وفي إلقاء المحاضرات والدروس وفي إقامة الندوات والدورات نستعين باسم من؟ باسم الله تبرقا لأنه كل عمل لا يبدأ فيه بباسم الله فهو؟ أبدأ الله فنحن قد بدأنا لقاءنا هذا ولقاءاتنا الماضية مستعينين باسم من؟ بسم الله وتذكروا هذا جيدا والخطأ وارد والعصمة للأنبياء العصمة لمن يا شباب؟ أنا يا جماعة بهذه العبارات أضع لكم منهجا وطريقة في التفكير لا تظنن أن شخصا لا يخطئ فالخطأ سمة البشر الخطأ سمة ماذا؟ البشر فاستعن بربك على هذا الخطأ لتصححه واستعن بربك على جهلك لترفعه وتضع مكانه ماذا؟ العلم ولن يحدث هذا إلا مستعينا بمن؟ بالله سبحانه أن يهيئ لك الأسباب وأن يجري على يديك الخير وأن يجري على وقتك البركة تفهمون يا شباب؟ هذا هو الاستهلال الذي استهل به مولانا الإمام السنوسي كتابه بماذا استهل كتابه؟ بالبسملة والصلاة والتسليم على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وهذا يا جماعة يجب أن يكون دأب كل إنسان في كل عمل في كل إيه؟ أن يبدأ بالبسملة وهذا تفاصيله ذكرناه قبل ذلك البداية الحقيقية والبداية الإضافية ليس هذا وقت تفاصيل جيد؟ لكن لا بد أن تعرف أن الفقرة الأولى من العقيدة السنوسية اسمها ماذا؟ استهلال فقرأ معي يا سيدي جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه قال الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة الصدر الأوحد أبو عبد الله محمد بن يوسف كم صفة ووصف بها الإمام السنوسي الأول يجب أن تعرف أن هذا ليس من كلام السنوسي على نفسه وإنما هذا من كلام طلبته والنساخ من كلام طلبته فلن يقول قلت أنا الإمام العالم العلامة الصدر الأوحد هل سيفعل هذا؟ لا 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 إنما يقول طالبه ومحبه قال الإمام العلم العلامة الصدر الأوحد إلى أخير هذا ليس من كلام الشيخ حتى لا تظنون أن الرجل ينبح نفسه إنما هذا من كلام من؟ الطلاب الطلاب الذين فهموا مكانة الشيخ وأحبوه اسمع بكم اعد مع الصفات التي يوصف بها قال الشيخ الشيخ اثنان الفقيه ثلاثة الإمام أربعة العالم خمسة الصدر الأوحد العلامة العلامة ستة الصدر الأوحد ست صفات هذا يدلك على تعلق الطلبة بشيخهم صحيح؟ والشيخ هو الباب والعين الذي ترى به أنت الحقيقة هو عينك ومن ليس عنده وفاء لمشايخه فليس في قلبه وفاء جميل الطلبة كتبوا في حقه هذا الكلام وهو هذا وزيادة فهو إمام وعلم وعلامة وآ وماذا أيضا؟ وصدر الأوحد يعني في زمانه هو القمة في زمانه رضي الله عنه أبو عبد الله محمد بن يوسف وما زال يضيف صفات أخرى الشيخ الولي العارف الرباني أبو يعقوب أبي يعقوب يوسف بن عمر السنوسي الحسني رحمه الله ورضي الله عنه هذا كتب إذن تعرف قيمة المؤلف ومكانته بين طلابه وفي زمانه بين المسلمين رضي الله توفي سنة كم يا مشايخ أبو يعقوب؟ خمس وتسعين وثمانمائة تمنمائة خمسة وتسعين من الهجرة قال الحمد لله رب العالمين بدأ بماذا؟ بالحمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ركزوا يا جماعة انتبهوا لن تجد في السنوسيات كلها السنوسي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما إلا يقول سيدنا ومولانا سيدنا ومولانا فلا يقول اللهم صلى على محمد مثلا إنما يقول اللهم صلى على سيدنا ومولانا لأنه يعرف أن الأدب مع النبي أولى صلى الله عليه وسلم ولا تسيدون في الصلاة وأحدهم مرة في درسه يقول وقال النبي محمد وذكر الحديث ثم راح يشرح فاستشهد بعبارة قالها ابن تيمية قال النبي محمد ثم قال في الدرس وقد قال شيخ الإسلام وإمام الناس العالم العلام البحر الفهام شيخ الإسلام ابن تيمية فابن تيمية له سطرين والنبي له محمد فقط هذا سؤال هذا سؤال نعم لم ينطق باسمه مجردا صلى الله عليه وسلم وإنما لا أيها النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا يا مشاهد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين هذا كله كلام في الاستهلال وإذا رحنا نفصل ونشرح بالتفصيل نتكلم بالتفصيل فنقول ما الفرق بين النبي والرسول وكما يفعل الشرع لكن هذا ليس أوانه وهذا ليس المقصود